بيكم. ان شاء الله هنشرح النهاردة واحدة التحكم او الضارة التسعة وعشرين تمانية ايه. تمانية ايه. دي بنتستخدمها في ايه دي بنتستخدمها زي مرة اللي فاتت او الضار اللي اخدناها مرة اللي فاتت. بنتستخدمها في الموتور. بص يا شكلها بابقى عامل كده. عادي نتعرف على الرجول ونتعرف هبتشتغل ازاي ونشوفها في ارض الواقع. بص يا بشا. طبعا لازم تبقى عارف الكلام اللي هقوله ده من خلال الفيديوهات بتاعت المرة اللي فاتت. عشان تبقى فاهمني يعني. ان احنا شرحنا الدارة اللي هي التسعة وعشرين تقتى دي. شرحناها وقلنا بتشتغل ازاي. وعملنا ببرمجة. فانت بقى شفتها عشان تفهم الكلام اللي هقوله دلوقتي. بص. دي انت تحكم في ماتورية. تمام? الاوبت بتاع الرجول اللي بتوصل بالماتور. يعني ايه اوبت? بتوصل هنا وهنا. تمام? هنا وهنا. تمام? هنا وهنا. لو عندك ماتورين وعايز توصلهم بتوصلهم هنا وبتوصلهم هنا. حل? حل. بعد كده عندك الرجل الرقم. الرجل دي. ودي ودي. اول واحدة هنا دي بتطلع كم? دي بتدخل عليها الانبول بتاعك الباور. اه ممكن تدخل لحد ستة تلاتين فولت. بس انا لو هدخل هدخل عندي تسعة فولت اللي هي البطارية اللي موجودة عندي. اهو. هنا حضرتك بتدخل آآ جهد تغزية. تمام? بتدخل جهد تغزية. من سبعة لخمسة وتلاتين فولت. تمام? تمام? حل. اللي جنبه دي الارضي. طب الرجل اللي هو قتب علي رقم ستة اللي هي الرجل دي. بتعمل ايه? بص بقى. ركز معي. احنا قلنا مرة اللي فاتت ان احنا عندنا ليه? ده رقم ستاشر. حل? بندخل لها آآ خمسة فولت. تمام? ليه? عشان تشغل الدارات اللي موجودة داخل الدارة الالكترونية. فالستة دي اما بتطلع خمسة فولت او اما هتدخل عليها آآ خمسة فولت. تاني. ايه? اما تدخل عليها خمسة فولت او هتطلع عليها خمسة فولت. دي بتعتمد على ايه? بتعتمد على هنا هو في جنبر. جنبر يعني يعني حاجة زي وصلة مبين حاجتين. هنا. طب الجنبر ده بيعمل ايه? لو الجنبر ده سبته بتاعها دي هتطلع لي خمسة فولت. طيب لو شلت الجنبر دي هتوقف واللي لازم تدخل هنا خمسة فولت. يبقى الجنبر ده بيتحكم لي في ان هنا هو. لاما هتطلع عليها خمسة فولت. لاما هتدخل عليها خمسة فولت. لو الجنبر ده موجود انا لازم ادخل كام. لازم ادخل. لازم هتطلع لي خمسة فولت. طب لو الجنبر ده مش موجود لازم ادخل عليها خمسة فولت. طبعا مغالبا انا هسيب الجنبر ده مش هشيله. عشان اديها تشتغل عندي ومدخلش عليها خمسة فولت. وانا ممكن تستخدم دي في تخريج خمسة فولتا عندك طيب هتلاقي مكتوب سبعة الرجل دي والرجل دي والرجل دي سبعة والتمامة والتسعة طبعا ده بيقسمهم لك الانبوت اللي بتدخله عندك انا هستخدم ده هي وده هي وده هي هتلاحظ دي عليها جامبر وبعدين رجل دي وبعدين رجل دي طيب الجامبر ده بتاع ايه فاكر المرة اللي فاتت اما كنا بنوصل على الرجل رقم واحد خمسة وقلت لك الرجل رقم واحد بنوصل عليها خمسة عشان انا عايز تحكم في مين في اتجاه المطور صح? وشلت لك الرجل رقم واحد في الدايرة وقلت لك ده هي اما بوصل عليها جهد قلت لك اما دي بوصل عليها جهد بتحكم في طبال سويتسي ميديوليشن وبالتالي بتحكم في صورة المطور اه فيعني الجامبر ده لو حضرتك موصله فيبقى عندك الرجل رقم تمانية والرجل رقم تسعة اللي هم الاتنين رجلين دولت اللي هتلاقيه مكتوب عليهم امبوت واحد و امبوت اتنين هتلاقيه مكتوب عليهم كده على فكرة اه مكتوب علي امبوت واحد و امبوت اتنين الاتنين دولت بيدخل عليهم الرجلين بتوع الاردوين الاتنين دولت بتدخل عليهم الاتنين بتوع الاردوين يعني الرجل دي والرجل دي بتدخل عليهم رجول اردوين ده يتحكم في المطور رقم واحد وبنفس الكلام في الدايرة اللي بعد كده عندك هتلاحظ ان عندك امبوت اتنين او امبوت او امبوت اربعة دول بتوع الامبوت بتوع المطور التاني اللي بدخي عليه برضو رجلين ردوينو وهتلاقي عندك جامبر طيب طيب يا مستر الجامبر الاولاني ده هو زي ما قلنا حضرتك لو موصله فانا هتحكم زي ما اخدنا في اول فيديو خالص تحكم فيه اتجاه المطور شمال ويمين طيب لو انا شيلته لو انا شيلته بقى كده انا هخش في طيب وانا هستخدم فانا هشيل الجامبر ده خالص وهوصل الاردوينو بالرجلين بتاعتها بالرجل دي ودي ودي لقيت تلات رجول دولة اللي انا عايز حكم في المطور رقم واحد طيب لو عنده المطور رقم اتنين هتوصل الرجل دي ودي ودي دي رجل من اتناشا هتشيل الجامبر ده وهتوصله بالبالس والسي مدوليشن وهتشتغل عادي يبقى الدائرة بمنطقة البساطة انا انا هشتغل على مطور واحد هوصل المطور اللي الرجلين بهنا هوصل دي انا عندي البطارات تحت تسع فولت اوصل دي تسع فولت وده بالارض ده يسيبه زي ما هو خالص مش هوصله ليه يسيبه زي ما هو ان ده بيخرجلي خمس فولت وفي نفس الوقت انا عنده الجامبر ده متوصل بعد كده عنده الجامبر ده انا هشيله اللي انا عايز حكم في بالس والسي مدوليشن وهوصل تلات رجول بتوع الاردوين والتوعي اعتاد رجول دولر اللي هم الرجلين لرقم سبعة وتمانية وتسعة اللي هك diplomen McKinkey هنا اينا طيب ليه عشان انا هستخدم استخدم للسي مدوليشن تعالي نشوف اه اه التوصيل بتاعها في ارض الوقت اهم مش بالتوصيل بتاعها في ارض الوقت ده المطورين انا الجراوند الاردي موصل ده هنا موصله الهنا Graut تسعة فولت وعندي البطارية تسعة فولت. هنا اشاري الجامبر وانا اشاري الجامبر عشان ابدأ اوصل دي عشرة وحداشر واتناشر. دولة الرجول دولة بتوع من? الرجول دولة بتوع المطور رقم واحد. طيب لما عندي مطور رقم اتنين. حضرت لو عايز تشتغل بالس والسيمون ديش هتشاري الجامبر وتوصل تات رجول دولة بالاردوين. بس تعالي نشوفها القدر واقع. طيب دي الدارة عندنا. تمام? آم عايزين بس نقولها. قص. ده ما انت شايف الاتنين رجلين دولت. ده وده. ده وده. ده وده. دروا يسرون بالمطور. التنين رجلين دولت. في الرجلة اولانية وصل عليها تسعة فولت. دي دي اما بتطلع خمسة فولت او بتسيب خمسة فولت. يعني دي دي اما بدخل على خمسة فولت او بطلع علي خمسة فولت. ام تدخل علي خمسة فولت وامت طلع عليها بالجامبر. فين الجمبر. ممكن تشيله على فكرة. عاول نشيله كده. حاول نشيله بس انا مش عارف انا ستكلم بس. عايد اشيله خاص. اهلو هشيله مش عارف اشيله كده. اتنى. شلت اه. بص اهو ده الجمبر اهو شايف? ده. شلت. ايه اللي حصل? لاحظة ان اول ما شلتوا الدايرة طفلت. طفلت ليه? لان المفترض في خمسة فولت بتشغل الدايرة دي او الدرة دي. يعني المفترض دلوقتي ادخل خمسة فولت على الرجل التلاتة دي. اجيب اجيب حاجة منبرة ودخل عليها خمسة فولت عشان ده ده تشتغل. طبعا انا قريد دي مش عامل كده. هتبص هنا طبعا انا جايب سلوك اهو عشان ابدأ اوصلها. في جمبر موجودة اهو على اول واحدة. هشيل انا الجمبر ده دلوقتي عشان ابدأ اوصل. وهستخدم الاتنين اللي بعد كده. فانا هوصل تاتة الرجلين دول. الرجلي دي. بص الرجل الاول ايه ده هشيل الجمبر والرجل التانية والرجل التالتة. بس. هوصل الرجل التلاتة دول هشيل الجمبر ووصلهم ووصلهم على الاردوينو. واشتغل. طبعا انا هوصل الجمبر اللي موجودة هنا هو. ليه? عشان يطلع لي الخمسة فولت بتاعتي. لان انا لو لو سبت كده. الدارة مش هتشتغل. بص الدارة مش منورة اصلا. تمام? بعدين بس نحكم كويت عشان انا مش همسك الموبايل اهو. بص او موصلت الجمبر اشتغل اعمل حاج. اهو وصلت الجمبر اهو. تمام? او موصلت اهو الدارة الالكترونية اشتغلت تمام. فانا هسيب ده زي ما هو. عشان انا الجمبر ده. عشان هوصل عليه طبعا ده البال اللي اتنين اللي بعديه هتلاقي مكتوب عليهم انا عوزوني نكبرهم بس مش عارف هايبان او هلا هتلاحظ المكتوب عليها ام بت واحد وايب تنين. دول هنواصع عليهم ام بت واحد ام بتنين رجلين اردوينو. هي مكتوب عليها ايه? ده هوصل عليه بتاعه. ام بت واحد ام بتتنين ده هوصل المطور. بس. باش اي حالة خالص. ام دي توصيل ده بتاعتنا مع المطور اهي. انا استخدمت الاتنين رجلين دولة. رجل دي والرجل دي. استخدمت المطور رقم بي. عادي ما فيش اي مشكلة. دوت البطارات بتاعتنا. واستخدمت الاردوينو. نفس الكود بنفس البرمجة بتاعت المرة اللي فاتت بالزبط. شوفها لحضراتكم.